مازلنا أيضا مع نهر اليو في مقاطعة اليونين شمال شرقي الصين وهو واحد من أنظمة الأنهار الرئيسية في الصين وكان يغذي أهم قاعدة صناعية صينية ويشهد حاليا انتعاشا للصناعات والنمو الاقتصادي في المنطقة يبلغ طول نهر اليو أكثر من 1300 كيلو متر ما يجعله أطول نهر في شمال شرق الصين ويعرف نهر اليو باسم النهر الأم لدى السكان الأصليين ويصب في بحر بوخاي في بانجين بمقاطعة اليونين التي كانت قاعدة صناعية كانت مقاطعة اليونين ومقاطعة جيلين ومقاطعة خيلونجين واحدة من أكبر المراكز الصناعية في الصين وكان هناك العديد من شركات الصناعات الثقيلة تقليدية المملوكة للدولة شهدت القدات التنافسية للمناطق كماشا منذ عام 1978 وكان ذلك بعد أن نفذت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح في السنوات الأخيرة كانت المنطقة تبحث عن طرق لإنعاش اقتصادها واستعادة فخرها بكونها مهد التصنيع في البلاد وقد بذلت الحكومات المحلية والشركات جهودا كبيرة في عادة الهيكل الصناعي والابتكار وشركة سياسون لأتمة الروبوت بيشانيا هي واحدة من هذه الأمثلة وتعد الشركة مثالا ناجحا على التصنيع المتطور في المنطقة وتقدم خدمات الترفيه الذكية للصناعة التحويلية مع تركية وتطوير تصنيع تحل الروبوتات تدريجيا محل البشر في المصانع يعتمد تصنيع دكي على الروبوتات وستدير الروبوتات العمريات في نهاية مطاف الركمانة والأتمة وتشغير غير المأكول هي الأجزاء التي لم فر منها من التصنيع الدكي لقد خلق التصنيع المتطور الذي تمثله سياسون حيوية جديدة لتحل محل القديمة في الصناعة الإقليمية وهو أيضا العمود الفقري للتنشيط في شمال شرق الصين